بس نضملنا الآن زميلنا محمد الباز للحديث عن إحصائيات وأرقام المباراة بسأل خيرك عبدالله بسأل خيرك كباتن الأرقام بقت حاجة تانية خالص الأرقام دلوقتي زادت في بعض النقاط قلت في بعض النقاط الفنية ولكن بتعكس طبعا كل اللي حصل على أرض الملعب النهاردة نتكلم خلينا نبدأ بإحصائية المباراة بتاعت النهاردة وأرقام المباراة باش يعني لو نستعرض مع بعض وممكن نقسمة بعد إذنك بعد كده شوط أول وشوط تاني ممكن يعني عموما أن هذا يعني عندنا فكرة تانية أن نحن ممكن نتكلم على حصائية المباراة اللي لسه خلصانة ونتكلم إجمالي المباراة على بعض الذهاب والعودة ونركز على بعض النقاط في المباراة يعني هتوارينا يعني النهاردة طبعا حصائيات وأرقام المباراة النهاردة الأهداف طبعا تعادل واحد واحد الركنيات ثلاثة سنبا أربعة للأهلي الركنيات شوية بتقولك أنه ما وصل وصل لثلاث مرات مقرنة بالأهلي أربعة يعني ما فيش فجوة كبيرة جدا ما بينهم التزديدات الأهلي طبعا 19 تزديدة 19 تزديدة بس هل 19 تزديدة دول إيجابيين لا لأن منهم اتنين وهم دول اللي كانوا واحد طبعا الهدف يعني طبعا الانطارجت ده تزديدات عموما الهدف بتحسب أن هي هدف فنخرج الهدف منهم فنتكلم أننا فيه 19 تزديدة من الأهلي اتنين على المرمى وانطارجت بنسبة 11 في المية ده بيقولك أن احنا فعلا كنا أوكي مستحوزين كنا بنوصل كنا بنسدد على المرمى ولكن تزديداتنا أو معظم تزديداتنا ما كانتش خطرة بالشكل الكبير كانت برا الثلاث خشبات بالنسبة لسيمبا طبعا هما ست تزديدات منهم اتنين على المرمى غير الهدف الأحرص بالنسبة 33 في المية الهدف بقى المتوقع الهدف المتوقع والإكسي جي من كوالة التزديدات أو من الفرص الكبيرة اللي احنا شفناها قد بالترجم قد أن الأهلي قد يحرز أربع أهداف النهاردة تلاتة بوينت يعني سيفن ون دا بتقولك أن انت قد تصل لأربع أهداف النهاردة للنادي الأهلي من كمية الفرص اللي حنشوفها برضو في الأرقام سيمبا طبعا هدف واحد دي الأهداف المتوقعة من إجمالي الفرص الفرص بقى اللي تم صناعتها النهاردة كابتن أيمن رقم طبعا 12 فرص 12 فرصة للأهلي مقارنة طبعا بأربع فرص لسيمبا 12 فرصة دي رقم كبير احنا شفنا حتى المقارنة بالمباراة السابقة كان فيه فرص كبيرة جدا وصلنا لست فرص في الشوط الأولاني بعد كده انتهت المباراة بتسع فرص الإجمالي للأهلي لأنهاردة بس 12 يعني تفوقنا عن المباراة المباراة الزهاب طبعا من ناحية صناعة الفرص بالنسبة للاستحواز لا احنا قلبنا بقى الموضوع المباراة الزهاب كانت الاستحواز الأفضل لسيمبا بعض الأوقات كان يعني استحواز سلبي ولكن النهاردة لا الاستحواز كله لنادي الأهلي 68% مقابل 32% لسيمبا بدأنا ندخل بقى في الإحصائيات الاستحواز بالدقائق الأهلي مسك الكورة بقريبا 31 دقيقة 12 دقيقة لسيمبا ده بيقول أن التسعين دقيقة بقيت التسعين دقيقة رسا هسألك يعني معنى كده أن الكورة برا التايم ده كانت خارج حدود الملعب لا اكشنز تانية يعني مثلا فاولات دربات سبتر دربات ربطنية في ده كتير ضايعة خسرين عمتكلم 31 دقيقة ده في رجل اللاعبين النادي الأهلي في الاستحواز ان هم بما بين تاتش ما بين لمسات وما بين بساط تمريرات ما بينهم وبين بعض فحصل استحواز تقريبا 31 دقيقة من الإجمال التسعين دقيقة نفس كم سيمبا 12 دقيقة احنا كنا متفوقين فيها كمان التمريرات احنا منتكلم لأهلي 637 تمريرة منهم 578 تمريرة صحيحة بتصل لنسبة 86% وبالنسبة للسيمبا طبعا التمريرات عندهم ما كانتش كبيرة طريبا احنا متفوقين عليهم بنسبة 50% من تمريراتنا 3515 صحيحة بنسبة 70% طبعا ده إجمال التمريرات صحيحة من إجمال التمريرات بالنسبة للشرط بقصص التمريرات الكثيرة احنا طبعا كنا متفوقين بشكل كبير جدا وصلنا 90% لأن احنا مسكنا الكرة في استحواز بشكل كبير فبدأت البصات الكثيرة ما بين لعبتنا كانت أكتر 617 تمريرة كثيرة منهم 556 تمريرة كثيرة أو شورت باس ناجحة بنسبة 90% طبعا سيمبا بعيد تماما لأن احنا مسكنا الكرة بشكل أكبر وعدد دياء أكبر فبالتالي كان أقل مننا اللونج بولز ودي اللي احنا تكلمنا فيها قبل المباراة لا النهاردة شفنا حاجة مختلفة اللونج بولز كانت في المباراة الزهاب عند الأهلي كانت أكتر وكانت سيمبا ما بتلجأش للونج بولز أو الكرات الطويلة النهاردة لا بقى العكس يعني النهاردة احنا بنتكلم بعد مباراة اليوم سيمبا لجأت للكرات الطويلة 47 تمريرة طويلة أو لونج بول لعبوهم كان المباراة السابقة 27 النهاردة زادت يعني اللجوا للكرات الطويلة الأهلي طبعا قلت يعني 39 منهم 15 صحيحة بنسبة 38% المباراة السابقة في الزهاب كان الأهلي 45-47 تمديدة طويلة يعني فبدأ ان هو يلعب بشورت واس أفضل العرضيات نفس الكلام الأهلي عمل 17 عرضية 7 منهم صحيحة بنسبة 41% سيمبا 6 فقط 2 صحيحة يعني هما ما رحوش بشكل كبير جدا وده اللي احنا درنا ان احنا نسيطر عليه لانه هما في الشوط التاني في المباراة الزهاب زودوا عدد العرضيات طبعا الركنيات أو الكرات السابقة ومنهم أحرزوا هدفين في الشوط الأولاني في مباراة الزهاب كابتن نايمن كان زيروا بالنسبة لسيمبا ما عملوش أي كرصات أو أي عرضيات البول ون أو كاسب الكرة احنا لقى كنا النهاردة أفضل كنا بنكسب الكرة بسرعة بول ريكافري بسرعة بنحاول نسترجع الكرة بشكل أسرع 128 مرة ومقابل سيمبا 104 على فكرة سيمبا ده رقم كويس جدا انهم احنا شفنا حتى في أرضية الملعب النهاردة سيمبا كانت بتضغط كويس جدا بتقفل كويس جدا وبتسترد الكرة بشكل كبير جدا وصل لـ 104 مرة في المباراة احنا خسرنا الكرة النهاردة برضو بشكل يعني 43 وهم 45 معدل برضو عالي جدا احنا خسرنا كرة وعايز اقول لحضرتك بالمناسبة اكتر واحد خسر الكرة منه من الـ 43 ده هو حسين الشحات وده رقم غريب جدا 14 مرة خسرت كرة وكرة ضاعت من حسين الشحات 14 مرة مقسمة طبعا بنقسم دايما الـ 14 دول كانوا ازاي كان وضعية حسين الشحات ازاي هل كان عليه ضغط هل هو في الدريبلينج هل هو في أي أكشن من الأسنان المباراة كان منهم بس 9 تحت الضغط يعني مجرد انه كان بيمسك الكرة يحصل ضغط عليه كان بتقطع كرة وديانج هم اكتر اتنين برضه كانت تمامين بعد حسين الشحات في خسارة الكرة النهاردة يعني ديانج ست مرات في التحامات كان فيه ثلاثة اتخذ ومنه تاو برضه خمس مرات لا بس انا عايز اقول لك حاجة معلش يعني مش كل الارقام نقدر ناخدها بطريقة واحدة يعني مثلا ديانج ممكن يكون لمس الكرة 50-60 مرة اتقطعت منه ست مرات انما على اساس ان هو اكتر واحد في نص الملعب بيجري وبيحاول يقطع وبيطلع قدام وبيرجع الوراء فممكن يكون لمس كرة كتير انما مثلا هنكلم على بيرسي تاو ممكن يكون لمس كرة مثلا عشر اتنشر مرات اتقطعت منه ست مرات في الحالة دية هيبقى لا نقف هنا المركز مهم ديانج ده مركزه معرض انه هو يبقى فيه ميز باص معرض انه هو يضغط عليه يخسر الكرة اما حسين الشحات او بيرسي تاو الاجناحة لا يعني دول عندهم شوية الموضوع هنا فيه نسب تركيز نسب يعني عوامل كتيرة جدا نحن شفناها المهاردة حتى فيها لا وانا كلاعيب لو لمست كرة اتنشر مرة مثلا اتقطعت مني ست مرات لا دي نسبة مش كويسة صحيح انما انا كواحد زي ديانج لما ستكرة خمسين ستين مرة ما تقطع منه ست مرات لا تعتبر معدل طبيعي لا وبعدين يا كابتن وبعدين اسمق ليش يا فقط انا كراس حربة ممكن المس الكرة اتنشر مرة تتطعها تامن مرات انا في الاخر انا المان ترجد انا اللي بحاول اروق انا اللي بحاول اسجل هدف انا اللي بحاول اسشوط انا اللي بحاول اسشوط يعني وارد على فكرة صحيح اما ارجع لها بترتباج بقى اكتر اكتر اللعيبة اللي بتسلم وتسلم صح هم المتسعين يعني حرث المرمى وبعاكان المدافع لحد ما تنتقل اه طبعا للوينجرز والمان ترجد احصائيات بتتعمل لانك انت تدرس فرقة غير انك انت بتعملها احصائية للرأي العين بشكل العين دي احصائية ياخد منها المدربين بياخدوا منهم هم اللي بيفرزوا بقى انت ان ده بيبقى في نص الملعب بيبقى ده بيبقى في الحت دم تلعب عليه منتومان ولا ما تلعبش عليه منتومان ممكن فيه لعيب بيبقى فاضي زي الديفندرات غير المنتومان اللي بيبقى الراس حربة ما بتجلوش كرة كتير يعني عايزين نعرف الناس ان الارقام مهمة طبعا الارقام مهمة وفعلا زي ما حضراتكم بتقولوا لا لما بندرس او الخصم او بنحلل الخصم بنقف عند نقاط فنية مهمة جدا علشان نقدر نقول فعلا لا اللاعب ده محتاج ان هو نشتغل على على حاجات معينة لا ياخد باله المرة الماتش جانب حاجات معينة ويلعب على الخصم وهكذا في الحالتين الحالة الدفاعية والحال الحال الهجومية دي اجمال المباراتين على بعض هنتكلم على يعني اربع خمس نقاط تلاتة تلاتة يعني احنا بقى نبدأ نحط الاهداف على بعض الاهداف المستقبلة ايضا تلاتة تلاتة بنتكلم على الاهداف المتوقع من اجمال الفرص والتزديدات الاهلي كان يصل لسبع اهداف في توتل المباراتين زابوا العودة وسين بقى ايضا اربعة ده رقم برضو كبير يعني التمريرات المفتاحية الديت اللي هي التمريرات اللي وصلت اللعبة طبعا على المرمى مش الاسيست يعني عشان نفرق الاسيست اللي بيتم احراز هدف من بعده اما التمريرات المفتاحية ممكن يكون فرصة اتعاملت ولكن ما دخلتش جون بالاهلي طبعا عشرين تمرير مفتاحية في اجمال المباراتين يعني ده شفناه شفناه وصلنا كتير وهكذا السيمبا طبعا عشرة طبعا ضعف سيمبا صناعة الفرص اهو ده الاسيست بقى بنتكلم فيه الاسيست فيه اتنين وطبعا هدف جيه طبعا يعني كان لعبة معمولة كده وايه اما السيمبا كان عندهم تلات اهداف حصل فيهم مشاكل اسيست حتى اللي اتخبطت في وشه ودخلت اتحسبت اسيست صحيح ده كده بالنسبة لاجمالي المباراتين على بعض حنوف بس على النقطة اللي هي اللي كنا بنتكلم فيها خسارة الكورة وكسب او الكول بول وين ده عندنا جدول صغير برضو ده بيورينا برضو نسبة تركيز يعني احنا اعتقد كان فيه هنا رقم بيورينا النهاردة لأهلي واع في الوف سايد بشكل كبير جدا يعني في حصية المباراة تسعة مرات تسعة مرات رقم كبير ده برضو بيدلل على حاجات كتيرة جدا يعني لو اللي حيانا اللي اه ده خسارة الكورة النهاردة لأهلي خسر او يعني اجمالي المباراتين خلينا نتكلم على بعض الاهلي طبعا واحد وثمانين مرة عايزين نقف هنا ان سيمبا زي ما قلنا قبل المباراة كان عندهم مشكلة في عملية الضغط عليهم لو حصل الضغط الشارس اللي احنا شفنا في الموسم الماضي مع مارسل كورة ولعبتنا الضغط المزدوج باتنين لعيبة كان لأ كان ممكن الموضوع يبقى اسهل من كده يعني والدليل ان هما بيضيع منهم يعني سبعة وستين مرة من التسعين مرة بتا ضغط الانengo الانتات الاستماد الهوائية طبعا احنا دايما الانتاعمت الهوائية عندنا مشكلة فيها في هما بتفوّقوا طبعا اسناء دريبلنج اثناء طبعا التحكم او السير بالكورة التدرج عن استلام الكورة يعني عند استلام الكورة ده متكلم على البر سيفينج انه هو اول ما بنستلم الكورة او اللاعب عندنا فما بيكونش في تركيز كبير ان هو يقدر ان هو يستحوز على الكورة في رجله ان هو يبدأ ينقلها اللاعب زميله فبالتالي حصل الشكل اللي احنا شفنا هذا كده اجمالي المباراتين على شكرا جزيلا يا محمد شرفتنا ومتاعتنا والف مبروك للناديل والف مبروك للناديل وان شاء الله كل التوفيق في المبارات القادمة بإذن الله نروح لفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نستقبل خبرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس الحديث عن الحالات التحكمية انتظرونا